هدل حضرتك مثل بس واحد وانا طلعت قلت والدولة ما خدتش بالا مصر ليها عند تركيا اللي قاعدة تركيا جابت لنا مليار دولار حطتهم وديعة ايام الحج مرسي قاعدت بالطنطن بيه واحنا وعملنا وقص مش كده وجابت معاها في المؤتمر اللي جايب معاهم هناك 262 رجل اعمال مضوا مع مصر ورجاء الاعمال مصر هنا انهم يبقوا مستوردين ووكلاء لها يعني صرفت منتجاتها بحوالي 10-12 مليار دولار يعني اديت لحضرتك مليار دولار اه يعني اديت لحضرتك مليار قبل ما امشي مضيت عقود وخدت بيزنس معايا ب12-13 يعني انت ما تلوشك ومصر ليه عند تركيا فلوس وقلتها وما فيش حد سأل فيه يعني ايه فلوس اقول لحضرتك حضرتك 1863 الخديو اسماعين مسك حكم مصر مشى منه 1879 خلال ال16 سنة 1870 يعني بعد مرور 7 سنين حب مع السلطان العثماني موجود يجعل ارث الدولة في اولاده مش في اخواته زي انتفاقية 1840 ادى للراجل اللي هناك فلوس وزوته وعمال وطلعه والمهرة والليلة دي وربط معاه ان ياخد من مصر من هنا اتاوة موجودة سنويا 100 مليون جنيه مصري اياميها الجنيه اغلى من كذا بالدهب بالوقية تحسب مش كده؟ قعدنا ندفع الرقم ده امتى السلطانة العثمانية خلصت 1924 لما جي الحجة اتاتورك ولا انا فاهم غلط مش كده برضو واحنا هنا خلصت الخدو اسمعين والسلطانة والسلطانة خلصت و23 يولا 52 قامت و56 حاربنا و67 اتهزمنا و73 حاربنا وانتصرنا وكل ده احنا بندفع الاتاوة لحد سنة 78 على اعتبار ان احنا هنود ناسا انا هندقى يا ريتنا هنود يا ريتنا هنود ما احنا ايه؟ قعدنا ندفع لحد اللي ما انا هقول لحضرتك لان احنا كاتبين في الدفتر الرقم الفلاني ده بيخرج كل سنة معادل عادة والشيك نديك تركيا ده انا هديك اسم كده سنة 76 77 ايام المبادرة وايام 18 و19 انا روى الاحداث والدنيا دانك في ارض مصر هنا تمام؟ والدول العربية بتدت قطع مصر عشان مبادرة كده فوزير الملائي الموجود في ذلك الوقت الدكتور علي لطفي وحيين يرزق يعني ربنا ادي لقطة ترامة لا وراجل الاستاذي وحبيب فبيعرضوا على الرئيس السادات يعني احنا عاوزين فلوسه وبتاع فهو بيراجع يعني ايه؟ قال له عشان فيه شيك لتركيا قال له تركيا تركيا مدينانا احنا بناخد منه كان امس دات علاقته بالاتراك مقطوعة ومهببة الدنيا مهببة اه قعدوا يفروا طلع ان الكلام ده ده شيك معمول سألت شيك شيك وخلصة السؤال بقى هنا شن من تهي من سنة 24 لا ما تم اكتشاف الواقع السودة دي مش دي فلوس دينا عند اللي هناك هو بيخده بمناسبة ايه؟ مش كده؟ مش لوه ما جمعته عشان انتهب وعظم